نبدأ بمين؟ نبتدي الأول بمارسل كولر وتحضيرات مارسل كولر لمطش الاتحاد المنستيري مارسل كولر خلاص أنهى كل رؤيته الفنية فيما يخص صفقات النادي الأهلي واختياراته كان النادي الأهلي بينتظر منه تقرير خلال الأيام الماضية الرجل أفل تماما خلاص على كل هذه الملفات حسم الأمر أبلغ إدارة الكرة في النادي الأهلي بكل طلباته الخيارات وترتيب اللعيبة اللي هو كان محتاجهم أفل على قصة اللاعب الأجنبي الخامس فوق السن اللي هو مارشينيو وقال إن هو ده خياري وهنقول هنشرح ليه تفصيلا هو ليه خيار وليه غير طريق التفكير وفيه الأجنحة واللعيب التاني هو اللعيب تحت السن رتب لهم اتنين لعيبة بالترتيب رقم واحد ورقم اتنين علشان تكمل بقى إدارة النادي الأهلي الجزء التنفيذي فيما يخص التعاقد مع العيب تحت السن ده اللي أوصى بيه مارسل كولر عشان الرجل يقفل تماما الرجل خلاص قفل ملفات دي بدأ من اليوم إنه خلاص مركز على ماتش اتحاد المنستري لا صوت يعلو فوق صوت مباراة الاتحاد المنستري مباراة الزهاب يوم تسع يوم الأحد القادم إن شاء الله في تمام الرابعة هي المباراة وهو الشغل الشاغل لمارسل كولر لكامل الجهاز الفني قفلوا تماما على المجموعة اللي موجودة الرجل بيفكر إزاي هيشتغل ونجي لها لاحقا إن شاء الله نتكلم هو بيفكر إزاي إيه الخيارات هو عايز إيه من ماتش لماذا حاجة بقول لي بيفكر إزاي طيب خلينا نقول إنه في تمام لعيبة استقر عليهم بشكل نهائي دول موجودين معاه في مباراة الاتحاد المنستري تشكيل أساسي تمانية من التشكيل الأساسي في بعض المراكز لازال الرجل بيفكر إحنا هنلعب بمين إزاي هو الأول هلعب إيه الرجل هو لعب في التلات مباراة الودية بطريقتين أربعة اتنين تلاتة واحد كلير واضحة تماما ولعب بشكل تاني لعيب الثالث بيبقى في النص هو ما بين الأربعة اتنين تلاتة واحد وما بين الأربعة تلاتة تلاتة بيعمل الضبر رول أو الدورين مين اللعيب اللي عمل ده غيروا أكتر من مرة يعني اعتمد على برونو سافيو فيه المباراة تانية تحديدا فيه مباراة الشوط التانية من مباراة أسوار نفس المباراة تمد على عمر السولية تمد على عمر السولية إنه يكون موجود فيه يكون حلقة الواصلة أو البرج ما بين اللعيب مركز تمانية خلينا نقول هنا إنه ده كأننا بنشتغل على الأربعة اتنين تلاتة واحد أو الشكل الاعتيادي اللي بيلعب بيه مارسي الكولر إنه بيعتمد على ثلاثي تحت راس الحرب اللعيب ده واحد من التلات مركز لما نجي نتكلم مين اللعيبة اللي اتحسمت مين اللعيبة اللي لسه بيفكر فيها اللي لسه هو حائر مركز حائر بيفكر فيه هل يحط فيه لعيب تالت ويقلب الطريقة وكأنها أربعة تلاتة تلاتة ولا يشتغل بيها بأربعة اتنين تلاتة واحد ويحط اللعيب يغلب عليه الطبيع الهجومي تحت راس الحرب اللعيبة اللي استقر عليها مارسي الكولر محمد الشناوي أكرم توفيق محمد عبد المنعم وهنا عشان ما ننساهوش نحط اللعيبة اللي بتعلمها باللازرق دي اللعيبة لسه لم يستقر عليها فيه مفضلة ما بين ياسر إبراهيم ورامي ربيعة فيه خط الدفاع محمد عبد المنعم خلاص علي معلول خلاص اليو ديانج خلاص عمر السولية خلاص اللعيب ده هنحكي قصته اللعيب التالت طاير محمد طاهر وبرونو سافيو ده اللعيب اللي لسه لم يحسم وهنا نحط علشان القصة فنية وأسماء المركز التالت دول تلات مراكز لم يتم حاسمهم لكن التمن أسماء اللي احنا قل لهم هنعيدهم تالي محمد شناوي أكرم توفيق محمد عبد المنعم علي معلول عمر السولية اليو ديانج ببرونو سافيو طاير محمد طاير واللعيب الأخير اللي احنا بنتكلم عليه انت قلت على سماءة الخبر اللي انت قلت في الانترو يا كريم بتاع شادي وحسام ما فيه اهتمام كبير جدا بحسام بالمناسبة الراجل مركز مع حسام شريف كان حاسس بنفس القصة لكن شريف هو تم التعويل انه انت لسه رجع من إصابة فلسه بتتجهز الراجل مركز مع العناصر اللي جاهز اللي قدر يلعب بيوم ماتش الزهاب والعودة وحسام حسن المكان اللي الراجل لسه بيفكر فيه هو الوزيشن اللي هو قدام الاتنين بتاع وسط المعب الـ CDM عمر السلية موجودين لو الراجل قرر ان حمدي فتحي كمان يبقى موجود يبقى عمر السلية هو الراجل اللي هيعمل البرج وكأنه بقى البربعة تلاتة تلاتة مع تحرر زيادة لعمر السلية هل هو بس بيفكر فيها نظريا لا هو طبقها كمان في مباراة أسوان واشتغل بعمر السلية في الوزيشن ده رغم غياب حمدي فتحي لأنه كان مع منتخب مصر فهو بيفكر هل حمدي اللي يكون موجود ولا إنه شغل برونو سافيو زي ما اشتغل به تحت رأس الحربة وفي الحالة دي اعتمد على حسام حسن ويلعب بالأربعة تلاتة واحدة ده الشكل رحلة في عقل مرسي الكولر